أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تزداد رسوخاً وتستند إلى أسس ثابتة من التعاون المشترك على كافة الأصعدة ونوه سموه بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق بما يسهم في تحقيق مختلف المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله يوم أمس سعادت السيد جيمس كلابرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولف والتنمية البريطانية حيث أشار سموه بأن مملكة البحرين حريصة على مواصلة الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الأمن البيئي بالتعاون مع مختلف المنظمات الأممية ذات الشأن إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناخ والمحافظة على البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مستجدات القضايا البيئية على الصعيد الدولي